في مقدمة الأمم بمناصب رفيعة تارة وبتكريمات رفيعة المستوى تتقلد المرأة العراقية في محافل التعليم ومخرجاته مواقع مهمة في دول العالم المتقدم فخر وطني جديد تسجله المرأة العراقية بنار الطالباني قصة جديدة من قصص الإنجاز النسائي على مستوى العالم بعد أن نالت ميدالية تقديرية من ملك بريطانيا تشارز الثالث على جهودها التطوعية في مواجهة وباء كورونا الميدالية هي ثالثة جوائز المنظمة البريطانية وتمنح مرتين في السنة لأصحاب الإسهام الكبير في النشاط الوطني تعيد الطالباني للأذهان تعيين مجلس الشيوخ الأمريكي للعراقية هالا جاربو أول قضية فدرالية في ولاية ميتشيغن سبقتها الراحل زهى حديد المعمارية العالمية التي كرمت عربيا ودوليا كأفضل مهندسة معمرية العراقية جيسيكا مائير رئيدة الفضاء وعلمة الأحياء والفيزياء المهندسة العراقية ديانا السندي التي حازت تقدير وكالة ناس الفضائية ورغم كل ظروفه إلا أن المرأة العراقية تسطر تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في العلوم قصص نجاح وتميز علمي ورثنه من تاريخ العلماء العراقيين النساء لا يحظين بفرص تعليم متساوية للذكور بدءا من التعليم الابتدائي وانتهاءا بالتعليم الجامعي تقارير الحكومة توضح أنه في العام الدراسي 2017-2018 زاد عدد الذكور الملتحقين بالمدرسة بواقع 357 ألفا بالقياس مع عدد الإناث أما أعداد طلبة الذكور في الجامعات فزاد عن الإناث بـ 58 ألفا وتقف العداد والتقاليد التي تحكم المجتمع العراقي وراء تقلص أعداد الفتيات الملتحقات في المدارس بمختلف المراحل الدراسية بحسب منظمة حقوقية مصاعب تضيق الخناق على طموحات نساء عراقيات ليلحقن في ركب نجمات يحقق نسيرة إنجاز علمي على مستوى العالم